موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حديث الصحافة وحلقة جديدة أعزائي المشاهدين البداية من صحيفة الفايننشل تايمز ومقالها الافتتاحي بعنوان فلاديمير بوتين يريد إلقاء القنابل في سوريا وإجراء المحادثات في جينيف وأضافت الصحيفة بأن روسيا تستعمل قمة السلام في سوريا غطاء لحربها في سوريا وأشارت إلى أنه بينما كان يجري التحضير لاستقبال الوفود المشاركة في محادثات جينيف أغارت المقاتلات الروسية على منطقة الشيخ مسكين في درعة فقتلت المئات من المدنيين ومن عناصر المعارضة المسلحة التي يدعمها الغرب وقالت الصحيفة أنه منذ أن بدأ بوتين غاراته على سوريا كان حريصا على إبادة جميع الفصائل المسلحة باستثناء تنظيم الدولة الإسلامية داعش والميليشيا الموارية للنظام السوري وأضافت أن روسيا ليست المفسد الوحيد في سوريا وأشارت إلى أن تركيا قلق أكثر من تقدم الميليشيا الكردية نحو شمال سوريا وقد اعترضت على حضورها في قمة جينيف وما يشغل باري السعودية حسب الفينانشل تايمز هو تحرك الميليشيا الشيعية أكثر من خطر تنظيم الدولة وختمت الصحيفة بالقول أن بوتين يستعمل جينيف غطاء لمواصلة هجماته وأنه على الولايات المتحدة بدل تخويف المعارضة أن تدعم مطالبها بوقف الحكومة والقوات الروسية غاراتها على الشعب السوري وبالانتقال أعزائي المشاهدين إلى الحياة اللندنية نطالع مقالا لغسان شيربل بعنوان الإنقلاب وغطاء جينيف أكد فيه أن المأساة السورية غير مسبوقة بضحاياها وأشكال القتل فيها وأمواج اللاجئين والمهجرين وعدد المنخرطين فيها على جانبي الصراع وتباين حساباتهم ولغاتهم مبرزا أن الإنقلاب الروسي المتمثل بتدخل العسكري على الأرض السورية قد فتح صفحة جديدة في هذه المأساة وهو ما يساعد على فهم سلوك موسكو منذ اندلاع الحريق السوري بما في ذلك الاستخدام المتكرر لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن وأوضح الكاتب أن بوتين استغل أهوال داعش والميول الانسحابية لأوباما لإطلاق انقلاب بأبعاد استراتيجية وجها إلى المعارضة السورية ضربة مروعة حرمها ليس فقط من أي رهان على إسقاط النظام بل أيضا من الرهان على أي تفاوض معه من موقع قوة أو موقع مكافئ واعتبر أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتكرر ما شهدته المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على مدى سنوات وسنوات أي يجلس حول الطاولة والتقاط الصور فيما تستمر المأساة وعمليات فرض الأمر الواقع منوها إلى أن العملية من أجل العملية ليست مفيدة في المقابل للدول التي تكتوي بأعباء اللاجئين كتركيا والأردن ولبنان وليست مواتية أيضا لدول دعمت فعليا المعارضة السورية كالسعودية وقطر وخلص الكاتب إلى أن المعارضة السورية شربت السم في جينيف ثلاثة وذهبت لاحتفال طويل مؤلم لا يتخطى عملية توفير غطاء للانقلاب الروسي على جينيف واحد وهيئة الحكم الانتقالي الكاملة الصراحية ومرجعية المفاوضات وختم بالقول أننا أمام مجرد محطة في رحلة طويلة مؤلمة بالانتقال أعزائي المشاهدين إلى جريدة الرأي القطرية نطالع مقالا أو في افتتاحيتها جاء لمحادثات قبل تنفيذ الضمانات جاء في الصحيفة أن وصول وفد المعارضة السورية إلى جينيف يشكل امتحالا واختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية وأن هذه الجدية مقرونة بتلبية المطالب التي طرحتها المعارضة كشرط أساسي للدخول في المحادثات وأشددت الصحيفة على أن تمسك المعارضة السورية بشروطها أسس لا يجب الحياد أو التراجع عنها مضيفة أنه ليس من المقبول الحديث عن مفاوضات سياسية لحل الأزمة فيما يواجه أكثر من مليون ونصف المليون الموت جوعا في تكرار يومي لمأساة مضايا وبالانتقال عزيزي المشاهدين إلى صحيفة صباح التركية نقرأ مقالا لمح الدين أطمان بعنوان أهمية محادثات جينيف عند تركيا والمملكة العربية السعودية حيث أشار فيه الكاتب إلى الغاية من استئناف محادثات جينيف وذلك من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا وإعلان الهدنة وإنشاء حكومة مؤقتة وإجراء تغييرات دستورية وانتخابات ديمقراطية يتابع الكاتب بالإشارة إلى عدة نقاط توضح ردة الفعل السعودية والتركية على استئناف المحادثات بداية اتفاق الروسي مع الولايات المتحدة فيما يخص القضية السورية وأمكاني التعاون مشترك بينهما لتحديد مصير هذه الدولة يمثل تضاربا مع مصالح أنقرة والرياض والأهم من ذلك أنه يخالف رغبات ومصالح المواطنين السوريين ثانيا التدخل الروسي المباشر في الحرب السورية بعكس يعكس امتناع الدول الأوروبية يصب في مصالح طهران وضد كل من تركيا والسعودية ثالثا لا يملك الروس والأمريكان خيارا آخر غير الأسد وهم بغاية القلق من سوريا بدون نظام الأسد وأخيرا يتلقى حزب الاتحاد الديمقراطي الدعم الروسي مقابل وقوفه في صف بشار الأسد ويتلقى كذلك الدعم الأمريكي لكن لوقوفه بوجه داعش هذه النقطة كذلك مخالفة للمصالح التركية والسعودية لذلك أعلنت أنقرة أنها ستقاطع أي محادثات تشارك فيها حزب الاتحاد الديمقراطي يجب أن لا ننسى أن احتمالية الوصول إلى حل للأزمة السورية ضعيف جدا إذا لم تشارك في صنعه تركيا والمملكة العربية السعودية الدول الأكثر دعما للمعارضة السورية من أجل موقف مؤثر وفعال يجب على الرياضي وأنقرة أن يتحرك معا على نفس النسق فاحتمالية أن تستثني القوى العالمية هتين الدولتين في ذات الوقت قريبة من الصفر وفي صحيفة تركية أيضا أعزائي المشاهدين صحيفة ستار التركية نقرأ مقالا لبريل دادا أوغلو بعنوان تركيا والمستقبل السوري حيث ترى فيه الكاتبة بأن مؤتمر جينيفو القادم سيكون بمثابة المقدمة لتحديد ملامح سوريا المستقبلية ومهما اختلفت الأشكال والألوان فإن مرحلة الإعمار هي المرحلة القادمة لسوريا في حال كانت الأوضاع المستقبلية مرهونة بالموافقة الأمريكية والروسية فإن حظوظ إيران في الصفقة ستكون محدودة لكن في المقابل نعلم يقينا أن التقارب الإيراني الغربي لن يكون مجانا فإيران تطمح للكثير وأقل ما قد تحصل عليه هو بعض النفوذ والمصالح التجارية ستلعب تركيا دورا مهما في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا ما تراجع الموقف الإيراني لكن هذا الدور سيكون محفوفا ببعض المخاطر التي ترتبط بأجندات خارجية ويعد النظام السوري أول هذه العقبات كما يعد حزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم داعش ثانيها ستبدأ تركيا حوارا جديدا مع الأكراد والسنة في إطار دورها الجديد الذي فتحت معه أبواب مشروع إعادة الإعمار ستلتقي تركيا بحزب الاتحاد الديمقراطي بعد عملية إعادة هيكلة في الحزب بما يوافق الحد الأدنى من المعايير التركية وسيجري في النهاية كذلك اللقاء الترك الروسي وبهذا فإن تركيا ستصدح علاقاتها الاقتصادية مع إيران وروسيا من جهة وتطورها بشكل أكبر مع الغرب وأوروبا من جهة أخرى كما ستعزز علاقاتها الأمنية بالسعودية والولايات المتحدة التي تتواصل مع الروس في هذه الأثناء وفي إطار كل هذا فإن على تركيا إيقاف الإرهاب والأياد الخفية التي تحركه من الخلف لتخرج تركيا عنوة من سياق حاضرها لتستطيع من بعد ذلك حماية نفسها ومن حولها وبالختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نطالع في عينب بلدي جينيف ثلاثة حمال أوجه عود على بدء حيث يشير فيه الكاتب إلى أن هيئة المفاوضات المتخبة من مؤتمر الرياض قد لا ترضي بشخصها سوريين المتعددين الأهواء والمشارب والمواقف ولكن المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي لا يستطيع إلا أن يلاحظ زخم التعاطف مع مواقفها من مسألة مفاوضات جينيف ثلاثة ومن الأسلوب الذي يتصرف فيه الرعاة الدوليون لهذا المؤتمر لقد لمس الشعب السوري بحدسه حجم المراوغة والنفاق الذي يسلكه أولئك الرعاة عندما وافق مجلس الأمن على جينيف واحد شعر الشعب السوري بأنه في ذلك الاتفاق تسويفا وتأجينا لتحقيق مطالبه ومع ذلك رأى فيه انتقال لنظام ديمقراطي مختلف كليا عن نظام التوحش والإجرام الذي يجثم على صدره لكن ما حدث هو أن النظام الأسدي رفض أي بند منه واستمر يسبح بدماء السوريين منتشيا دون أن يأخذ أحد على يده ثم جاء جينيف ثلاثة وكان أحد المسرحيات الكوميدية السوداء التي اضطرت راعيها الأمم الإبراهيمي أن يعلن فشلها وتعود الدول الرعية ببساطة إلى السباة من جديد ويستمر نهر المآسي السورية بالتدفق لقد لمس الشعب السوري خطورة المرحلة وحسب أنه في مرحلته الأخيرة مرحلة نكون أو لا نكون ولم تعد القضية من يمثله أمام هؤلاء الرعاة الظلمة إنما من يلتزم بأبسط المواقف التي تحمي وجوده ووطنه ولذلك هبا يدعم هيئة المفاوضات عندما أخذت مواقف غير مهادنة بالرغم من الضغط الوقحة التي مارسها أولئك الرعاة عليها على مثقفي ثورة السورية اليوم وكوادرها السياسية أن يقوموا باستنفار شعبي نعام في الداخل والمهجر ترفع فيه اللافتات تحت عنوين هيئة المفاوضات تمثلنا تترافق مع مطالب الشعب السوري فما تصرفت به إلى الآن يدفع للثقة بها وهي أعلم بالظروف المحيطة إن من شأن هذا الاستنفار أولا أن يرسم حدودا للهيئة نفسها في حالتها الرفض أو القبول وقاعدة تستند عليها في أي موقف تتخذه وفقا للمطالب الشعبية لا يستطيع أحد تجاوزه بهذا المقارع زائر المشاهدين نختم الحلقة لهذا اليوم على أمل اللقاء دوما كنوا بخير اشتركوا في القناة